اشتركوا في القناة المبارك لم تبقى منه الى ايام قليلة غدا تلتأم لجنة الاهلة لاثبات رؤية هلال شوال نحن في ظروف استثنائية فرضها فيروس كورونا كيف ستتم عملية رزد الهلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اجدد تحية لك ولكل المتتبعين لهذه البرامج المباركة في هذا الشهر الكريم ان شاء الله خاصة كما تفضلت فعلا يعني غدا ان شاء الله ستكون هي ليلة شك التي تقام فيه ندوة رصد الهلال ثبوتا او عدما ونحن منذ دخول يعني شهر رمضان في هذه الجائحة التي مست العالم كله الجزائر واحدة من هذه الدول اخذنا بتدابير احتياطية قلصنا عدد لجنة الاهلة على مستوى الولايات وعطيناهم يعني لسادة المديرين بعض تعليمات لكي تكون التدابير الوقائية التدابير الصحية كلها مراعاة لا في تنقل هؤلاء الاشخاص ولا في المكان ولا في العدد وبالتالي سيكون ان شاء الله غدا نرصد الاهلة ونترقب تقاريرهم يعني قبيل بعد المغرب ثم يتم الاعلان بعد ذلك ان شاء الله عن نتائج نهائية في دار الامام التي قلصنا فيها ايضا العدد السادة شيوخ اعضاء لجنة الاهلة والمواقع الشرعية وكذلك الضيوف الذين كانوا من العادة يكثرون في هذه الليلة ولكنها يعني الجائحة فرضت علينا قيودا ونحن نلتزم بهذه القيود في اخر بيان للجنة الوزرية للفتوى تم الإفداء بأداء صلاة العيد في البيوت حفاظا على هدف اسمة وهو النفس البشرية هل تجيب صلاة العيد على جميع الافراد؟ أختي دعيني في البداية اثم من جهد لجنة الفتوى لجنة الوزرية للفتوى على الجهد الكبير الذي يبذلونه رغم يعني ظروف صحية لكثير منهم أحيانا نعفيه من الحضور ولكن نتواصل معهم فقط بالوسائل المتاحة عبر سكايب أو عبر وسائل يعني الوسائل الأخرى للتواصل الاجتماعي الجهد الذي يقومون به جهد جبار وجهد معتبر ونحن الآن بحمد الله تعالى أصدرنا أو أصدرت هذه اللجنة حوالي 15 بيانا وجدنا أن الجمهور الجزائريين والمواطنين ملتفين حول هذه البيانات دعيني أذكر لك يعني في موقعنا عندما صدر بيان 15 رقم 15 يعني كان الذين تشاركوا هذا البيان حوالي 500 ألف نصف مليون لا أحدثوك على البيانات الأخرى ولا أتحدث عن وسائل الإعلام التي لها يعني التقاط كبير في مستوى هذا الدليل على أن هذه اللجنة حظيت بحمد الله تعالى بالقبول والناس يتابعونها ويعرفون من فيها من الشخصيات العلمية المميزة في الجزائر ناس يعني الحمد لله لهم خبرة لهم ممارسة في الفقه موضوع العيد أنت تعرفين بأن سنة العيد هي سنة مؤكدة وليست واجبة هي سنة مؤكدة من السنة التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان كان المسلمون الأوائل يحضرها النساء ويحضرها الرجال ويحضرها الأطفال يحضرها كل الناس في المساجد حتى المرأة التي لها عذر شرعي ولا تستطيع أن تدخل إلى المسجد كانت تحضر الدعاء وتحضر يعني خارج المسجد وتحضر مع المسلمين الدعاء وتحضر معهم الخير لكي يعني يبارك الله سبحانه وعزوجه لهذا العيد اليوم الآن الجائحة فرضت علينا أن لا نستطيع وأن لا نقدر أن نصلي الجماعة في المسجد ولا صلاة الجمعة في المسجد وهي فرض كما ذكرنا فيما سبق الآن صلاة العيد أيضا سنصليها في البيوت وهذا ما أفتت به جميع المجامع الفقهية والهيئة العالمية ونحن أفتينا بهذه الفتوى استنادا لأقوال العلماء وأقوال أهل العلم حفاظا على النفس البشرية وحفاظا على أرواح الجزائرية هل يمكن أن يؤدي أئمة المساجد خطبة العيد في المساجد بمفردها من سيد الوزير بما أن لجنة الفتوى أصدرت فتوى أو توصيات بضرورة رفعة التكبيرات من المساجد رفعة التكبيرات شيء والخطبة شيء آخر رفعة التكبيرات يمكن أن يؤديها الإنسان وهو في بيته يعني يتابع هذه الأصوات وهذه التهليلات وهذه التسبيحات صادرة من مكبرات الصوت أو صادرة حتى من الإذاعات الإذاعات الآن الوطنية والإذاعات المحلية ستتبث هذه التسبيح وهذه التكبيرات والناس في بيوتهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك أما الخطبة الخطبة شيء آخر لو فعلنا ذلك لفعلناه في خطبة الجمعة كان أولى أن نقوم بخطبة الجمعة الإمام يؤدي خطبة الجمعة ولكن ويستمع إليها الناس في البيوت لكن هناك يعني تقليب للنظر في هذه المسألة من وجوه كثيرة خاصة من الوجوه الإجرائية يعني الوجه الإجرائي الأمني يعني نقول بأن ربما يأتي بعض الناس يقول أن أخرج إلى ساحة المسجد وأستمع إلى خطبة العيد وأصلي خارج المسجد إذاك المسجد مقفل والإمام يؤدي الخطبة بعض الناس يجتمعون في الشارع يجتمعون في ساحة المسجد يجتمعون قريبا من المسجد ويصلون جماعة مع صلاة الإمام الذي كان يخطب عليهم الخطبة لكن لا يمنع أن تكون هناك مواعظ ودروس ونصائح كما نفعل هذه الأيام وبالمناسبة دعيني أقول لك بأن البارح في اجتماع في الوزارة بدأنا تنفيذ بعض القرارات التي أصفر عنها مجلس الحكومة أمسي المتعلق بضرورة توعية الناس بحمل الكمامات خاصة في هذه الأيام أيام العيد المبارك أيام العيد الأول والثاني عيد والمشاركة أيضا في تحسيس المواطنين لانخراط في حملة تضامنية وطنية لتوزيع الكمامات لأن الدولة ستوفر بحمد الله تعالى لأعداد كبيرة وهائلة لكي توزع على شرائح واسعة في المجتمع ويساهم في توزيعها المجتمع المدني لأئمة كل الشركاء تحت وصاية اللجنة الولائية التي يرأسها السادة الولادة عبر تراب الجزائر ككل شرقا وغربا وشمان وجنوبا إذن هذا المسجد سيؤدي أيضا هذه النصائح اليوم في مكبرات الصوت وغدا كذلك في مكبرات الصوت إلى أن يأتي إن شاء الله العيد فالعملية الوعظ والتحسيس موجودة كما أنها موجودة أيضا في الفضاء السيبرياني الدروس والمواعظ موجودة وبعض ما يتابعهم الآلاف ولهم من يتابعهم في الحي إن خارطونا ضمن هذه الدروس بحمد الله سبحانه وتعالى سيد المزير ما هو تفسيركم لالتزام التام بقرار تعليق صلاة الفرض والترويح في المساجد خلال شهر رمضان هل يعود ذلك إلى وعي المواطن وتقبل الوضع أم إلا أن المرجعية الدينية الموحدة في الجزائر هي التي سهلت المهمة على الآئمة والوصاية والله نستطيع أن نقول بأن كل هذه الأشياء مجتمعها هي التي تركت اطمئنا الناس في البداية ربما نازجها مصعب هذا الأمر ولكن الحمد لله قوة الإقناع لدى لجنة الوزرية الفتوى لدى مشايخنا حتى الذين لم يكونوا في لجنة الفتوى لأنه عندما صدرت الفتوى انبار العلماء والمشايخ عبر المجالس العلمية في الولايات لشرح هذا البيان واستطاع الأئمة أن يقنعوا الناس وطبعا الجزائري عنده عقل ويستطيع أن يميز عالم بأن هذه القرارات هي في حمايته في صالحه مثل الناس اليوم يقولون لهم يعني يديروا هذه الكمامات بعض الناس كانوا يقولون لا نديرش ولكن اليوم الناس بدأت يعني يصلها الوعي والمسؤولية الكاملة إلى أن هذه الكمامات تحمي أولادك تحمي أسرتك تحمي والديك وبالتالي كل الإجراءات التي اتخذناها بدأ المجتمع يتفاعل معها إيجابا وإن شاء الله نحن نوصل إلى أن يكونوا مئة بالمئة الناس يعني يحملون هذه الكمامات وهذا يكون مؤشر كبير مؤشر كبير لدى السلطات العلية في البلاد إلا أن تتعامل بشكل آخر لا أستطيع أن أحدد ولكن بشكل آخر ينسجم مع هذا التطور في وعي المواطنين يعني ما نقوم به أو ما تقومون به أنتم في وسائل الإعلام هذا كله سيصل بحد إقناع الناس بأن الموضوع ليس موضوع يعني سهلا ولا يجب ولا يجوز علينا أن نستهتر به أو أن نستخف به لماذا؟ لأنه لا قدر الله إذا كان إنسان ما أخذاش مسؤوليته يمكن أن تحدث الكارثة في بيته أقل شيء في حيه أقل شيء في أسرته فما بالك إذا حدثت في الوطن كله نحن بحمد الله تعالى سنعمل على الانسجام مع هذه الحملة الوطنية لتوعية الناس القاعدة الشرعية تقول تصرف الراعي في الراعية منوط بالمصلحة وبالتالي فإن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أو اتخذتها وزارة الشؤون الدينية تتوافق مع صحيح الدين والشرع الحنيف بدون شك بدون شك وأنا سمحي لي يا أختي يعني في هذا المناسبة بعض الناس يظن بأنه الفقيه هذا الذي يبحث في مسألة معينة أنه ما كانش عارف بعض التفاصيل أو بعض الآراء الأخرى أو بعض المسائل الأخرى يعني كأنه غاب عنه يعني هذا شخص هذا يعني فلاف لها هذه المسألة من كل وجوه لم يأتي واحد يقول أنا ذكرتها فيما سبق يقول علش لجنة الفتوان ما قالتش نصليه بأربعين مصلي داخل الجامع علش فاتتكم علش ما خليمش غير فقط أربعين يكون تباعد يكون كذا أو ثناعش في بعض الأحيان يقول به أنه أقل عدد تصلح به صلاة الجمعة تصيح به صلاة الجمعة يعني في رأيك أنت هذا الفقه الذي أفتع فاتت وهذه الحكاية ما عرفهاش هذا الناس مجتهدين في الفقه الإسلامي هؤلاء كل حياتهم في الفقه وكتبوا في الفقه وألفوا في الفقه ويدرسون الفقه وبعضهم أشرف على رسائل على عشرات رسائل الدكتوراه في الجامعات ونجي هنا نقول له هذا الشخص طبعا ما عليش إذا كان نذكر بعضنا البعض نبعث لهذه اللجنة رأي نبعثه في رسالة نبعث بطريقة حضارية قالنا هذا النقطة لعلك مش فتوهاش ولكن لازم إنسان يفهم بأن هؤلاء بحمد الله تعالى استطاعوا يعني أن يجمعوا كل ملابسات هذه القضية وبالتالي قالوا ما يجوز مناش لماذا لأنه باختصار كيفاش نديروا لهذه 12 اللي ندخلهم الجامع هل نجيبوا لهم قرعة عند الباب ونقول لهم بس ندخلوا يعني إحنا اليوم رأنا شايفين الناس مواطني لما يروحوا السيبيرات ويروحوا المحل من المحلات الاكتظاظ عند بوابة صعوبة تحكم فيهم هل في رأيك أنت نستطيع في الحي أو ندخلوا هنا لنعرفهم يعني من الحي الإمام يعرف جماعي دخلهم يعني هذا كلام غير صحيح وغير واقعي لا حتى لو أن ينبس سمحي لي العلماء يعني يقلبون هذه المسألة من وجوه كثيرة حتى مؤخرا يعني لما الفتوى التي صدرت في البيان رقم 12 ما أعتقد الذي يتحدث عن وجوب إخراج زكاة الفطر أو يعني إجزاء إخراج زكاة الفطر من بداية الشهر إخراجها النقد هذا تجوزناه منذ سنوات لكن إخراجها حتى منذ سنوات كنا نخرج زكاة الفطر ابتداء من نصف رمضان نجمعها في المساجد اليوم الجائحة فرضت علينا أن نذهب إلى قول آخر قال به الحنبي لا وقال به الشفيعية وقال به الحنفية يجي واحد يقول لك الملكي ما قاله شك أنت لا تستطيع أن تختار ما اختارته لجنة الفتوى لجنة الفتوى أعلم منك لجنة الفتوى تعرف ما لا تعرف أنت لجنة الفتوى عندها من المعطيات ما ليس عندك أنت نفس الشي كما حكيت الجوامع لما غلقناها كان بعض الناس قال كيف يشتغلقوا المساجد المعطيات هي التي تسمح للإنسان أن يؤصل للمسألة الفقهية عندك رأي مخالف خبي عندك ما تروح شنتات ديروا في وسائط التواصل الاجتماعي لكي تثير البلبلاء أو تقوله في مكان عام هذا لا يجوز لك ما تعرفش الفقه أن الفقه الإسلامي يحرم عليك أن تختلف مع ولي الأمر وهذه لجنة الفتوى هي وصاية من ولي الأمر يعني وضعتها الدولة لكي نجمع رأي الناس يجي واحد يخالف مسألة ليس يعني أختي الكريمة هل يجي طبيب الآن يخالف ما تقوله لجنة رصد الكوفيد ومتابعة كوفيد لا من غير المعقول غير المعقول نحن نؤسس لجماعة نؤسس لجماعة ونحن عرفنا أن الصحابة كانوا إذا اختلفوا لا يختلفون معه ما وقف معه يعني ولي الأمر واستقر عليه أمر المسلمين فما يجي واحد يعني بسمحي لي بدن بدن يعني بدن لا يراعي كل هذه الأشياء يعني يخرق صف الجماعة فشاهد أن اللجنة الفقهية تستطيع أن تختارها من أي مذهب إنشاء مهم مذهب إسلامي فيه من الأدلة وفيه من النظر الفقهي وفيه من الاستنباط العقلي وفيه من الموافقة الواقعية ما يخدم مصلحة الأمة ما يجيش واحد يقول نارتهم لي خالفته وإحنا ما خلفناش إحنا مشينا مع الفقه كما تقوله أصول الاجتهاد في العالم الإسلامي وإحنا عدنا أشياء كثيرة خذت بها الفتوى الجزائرية من مذاهب أخرى مثل الطلق ثلاث الذي إحنا نفتو بأنه يقع طلقة واحدة ويأخذ به القانون الجزائري يقول إحنا ليش الجزائريين مخذوش بالفقه المالك في هذا هذه مسائل يعني ما نقدش نشرحها على كل حال في هذا البلاطو ولكن أعيد أقول ينبغي أن نؤسس لفقه جديد هو مراعاة ما ذهبت إليه جماعة علمائنا وأن نصدقهم وهذا الشيء الذي يرى الحمد لله الآن موجود يطمئنا المواطنين إلى فتوى المشايخ والحمد لله سبحانه عز وجل والأخرين نقول لهم يعني ينبغي أن يجددوا أن يعيدوا النظر فيما قالوا وأن يعودوا إلى جدة الحق ويعرفوا بأن هذه اللجنة لجنة عالمة لجنة بصيرة لجنة حكيمة لها من القدرة الفقهية ما لا يملك هذا الشخص أو شخص آخر هي مؤلفة من خيرة العلماء والفقهاء أكيد ولا يمكن أن نقيمها هي أصدرت أكثر من 15 بيان هل لكم أي ملاحظات أو تعليقات لا الحمد لله يعني إحنا نقول بأن هذه البيانات هي التي تؤسس لهذه المرحلة الجديدة هناك فتوى سابقة لا نقول بأن لجنة الفتوى ما خرجتش إلا هذه لا بالعكس يعني هناك فتوى قبل ولكن في فترة فترة الجائحة الآن نحن وصلنا إلى هذه وعدنا بعيان توضيحي يعني يشرح بيانة رقم 12 وهناك يعني إن شاء الله مرافقة لكل القضايا التي تحدث في زماننا هذا وإن شاء الله ربي يقدر هذه اللجنة وإخوة العلماء أن يكونوا إن شاء الله يعني رمز ومنارة لجمع كلمة الجزائري لأنه في فترة سابقة يعني كادت أن تهتز هذه المرجعية ولما انتحدثوا على الفقه المالكي هناك فقه الإباضي ما من نسوهاش هناك عدنا شريحة في المجتمع علماء كبار في الفقه الإباضي وشريحة كبيرة في المجتمع الجزائري وتمثل هذه المرجعية الإباضية التي انسجمت أيضا مع قرارات اللجنة الوزارية لماذا؟ لأنه فيها أعضاء ونستشيرهم أيضا ويدلون بدلوهم في هذه القضايا التي تحدثت عنها هي قضايا جديدة في مجال تسيير الشأن الديني في الجزائري سيد الوزير ببولن ربما هذه من بين اختلال التي أفرزتها جائحة كورونا في عديد الاقتراع القطاعات أنا سأعتقد أن الظرف الآن يعد حتمية من أجل تدارك هذا الأمر في مجال الفتوى من خلال تأسيس مجلس أعلى للفتوى يقع تحت مسؤوليتكم يعني يعني بدراسة النوازل والإفتاء في الأمور المستجدة أول شيء ربما يعني يعني ربما في البداية كانت هناك اختلالات في بعض القطاعات كما تحدثت كان طبيب يتحدث أو طبيبة أو هناك يعني شخص يتحدث لكن اليوم الآن الدولة سائرة إلى ضبط هذه المسائل في جميع يعني من ينشر الحقد من ينشر يعني كلام القطيعة في المجتمع الذي يشتت نسيج المجتمع الذي يساهم في نشر العصبية والجهوية والكراهية هذه كلها الآن بدأت أن تحارب بمعنى بالقوانين وبالإرشاد وبالوعظ وبدأت الناس تنسجي معها لماذا؟ لأنه كان هناك مخطط سابق ولكن اليوم إذا كان هذا المخطط فضح هناك ضحايا ما كانوا شعار فيه ولكن اليوم بدأ الناس يعودون أنت شوفتي في أكثر من مرة واحد يزور صورة في فيديو يقول بأنه هاي لجنة قرعة الحج فيها يعني فيها الفساد والناس يعني ما يديروش قرعة وشخص الذي زور هذا الفيديو موسيقى في يومها وحكم عليه بسنتين هناك من فعل أشياء أخرى هذه الأشياء كلها شوفنا بأنه الحمد لله القانون الآن يعني أصبح يعني يطبق بصرامة وهذا من تنظيم الدولة القوية التي تريد أن تخرج ونحن إن شاء الله نأمل أن نكون كذلك الشيء الآخر أنه في ظل الفتن وفي ظل الأزمات وفي ظل البلاية تحدث مثل هذه الإشاعات وحنا في بيانات اللجنة الوزرية المشتركة اللجنة الوزرية الفتوى استطاعت أن تحد من هذه الإشاعات وفعلا وزارة الاتصال قامت بهذا الأمر مشكورة أيضا وانتم قمتم بحلقات كثيرة بدروس كثيرة بندوات للتحسيس من عدم جواز الإشاعة وقلنا بأن الكلمة في وقت الفتنة كبيع السلاح في الحرب يعني تزيد الطينة بالله وتزيد المرضى علا فتوقفت الناس والحمد لله نسجموا بالنسبة لقطاعنا الحقيقة الآن لجنة الفتوى كما ذكرت سابقا تعتمد على نشاط يومي للسد الأئمة في مقصورة الإفتاء في المسجد وتعتمد أيضا على المجالس العلمية الموجودة في الولايات وهي يعني تقصدها فئام من الناس وفئات كثيرة من الشرائح المجتمع للفتوى وللسؤال عن أمر دينهم وهم يجيبون في الوزارة عندنا أيضا لجنة للفتوى تابعة لمدير التوجه الديني ولكن هناك الآن لجنة وزارية للفتوى التي تعتبر أعلى تنسيق مع هيئة موجودة مثل المجلس الإسلامي الأعلى يعني الذي وافقنا في فتوانا منذ أن صدرت الفتوى الأولى إلى يوم الناس هذا إذن هناك نخبة من العلماء يعملون على توسيع الاستشارة الفقهية حتى الناس اللي ما هوش موجودين اسما داخل القائمة ولكنهم علماء نحن نستشيرهم ونأخذ برأيهم ونقلب النظر ولحن الحمد لله أن يستطعنا أن نؤسس لهذه هي موجودة ولكن إن شاء الله يكون عندها قوة أكثر في الميدان بحضورها بإجابتها ولعله إن شاء الله ينبجس عنها كما ذكرت مجلس أعلى للفتوى ولما لا يعني يكون هذا التحقيق لكثير من الطموحات التي يرنو إليها المجتمع الجزائري شكرا جزيلا مع الوزانات الإجابة أمر الوزير الأول سيد عبدالزي جراد بإجراءات خاصة خلال يوم العيد بتمديد ساعات الحجر ومنع زيارة المقابر وعديد الإجراءات ما الذي لالتزام بالإجراءات وقواعد الصحية ما الذي ينصح به المواطن في هذا اليوم هو شوفي كل هدف منه يعني القاسم المشترك هو الاجتماع كلما كان الاجتماع موجود محقق هذا يكون فيه خطر يعني اجتماع الناس الأماكن التي يكون فيها اكتظاظ يكون فيها تزاحم يكون فيها هذا هذا مضينا لانتشار الفيروس وانتشار العدوى كلما قللنا هذه الاجتماعات كلما قللنا أفراد الحضور في هذا اللقاء ولو كان لقاءا أسريا ولو كانت زيارة في البيت ولو كانت بين قوسين مغافرة نغافروا كما نقول في كثير مناطق نحن الجزيري معروفين في العيد عدنا سيارة الرحيم الأهل الأحياء وعدنا أيضا زيارات حتى المقابر نزور الأموات عليهم رحمة الله لكن اليوم ظروف خاصة تفرض علينا إذا رحنا نروحوا أحد نروحوا ما نروحوش جماعات ما ندخلوش بكثافة لهذه الأماكن من العادة يجتمع فيها الناس أقل شيء عند الباب أقل شيء في المداخل فنحن عندما سيد الوزير الأول مشكورا أعطاه هذه التوجيهات ونحن سننفذها أنه ينبغي أن نقلل من الاجتماعات ما استطعنا إلى ذلك السبيل وهو النص الذي خرج في الفتوى في الفتوى للجنة الوزرية للفتوى حين تحدثت عن أنه يمكن أن نستعيض أي أن نعوض الزيارات والصيلة الرحيم يعني ماديا بالهاتف بسكايب نستطيع أن نقول للناس عيدكم مبارك ونطمن على أحوال الأسراء لماذا؟ لأنه أنا خايف نروح عندهم أعديهم أو خايف هم يجون يعدوني هذا وباء خطير هذا جائحة الأرقام والأعداد الوفيات كبيرة وبالتالي نحرص على سلامة الناس لذلك سنطبق هذه الإجراءات وطبعا أنت تشوفي بأن السلطة العلية في البلاد أمرت أن يكون هناك إجراءات يعني ردعية للإنسان الذي يستهتر الإنسان الذي يحسب هذا الأمر هذا لعب ورح يعدين الناس ورح يأدينا في مشكلة فننظن المواطنين إن شاء الله يتزموا ونعطي تأمس تعليمة لكل سادة المديرين في الولايات أن يمكنوا في الإذاعات المحلية كل سادة الأيمال مشايخ لجنة المجالس العلمية للتدخل في هذا المجال حتى الأيمة في المساجد رح يمدوا رسائل عبر المكبر الصوت يوعيوا الناس أنه ينبغي علينا أن نفعله مثل هذا الفعل هل سجلت مفاتيشية الوزارة تجاوزات خلال بخصوص صلاة الترابيح على مستوى الولايات الوطن في البداية نعم في البداية نعم كان بعض بداية الجمعة البداية كانت في الجمعة يعني هناك عدد لا يتجاوز أصابع اليد في الوطن على مستوى الترابي الوطني ولكن أيضا لم تكن داخل المساجد ولكن كانت في بعض الساحات أو الشوارع التي في محيطة بالمسجد ولم يكن بأعداد كبيرة كانوا حوالي هناك 15 هناك 20 هناك 4 ولكن بحمد الله على الأسبوع الثاني أسبوع الثالث انسجمت كل شرائح المجتمع مع هذه الالتزامات الطبية والصحية والتدابير الصحية بعيدا عن الفتوى والعيد والكل هذا الشيء سيد الوزير أظهر قطاع شؤون الدينية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا قدرا عاليا من المسؤولية لبرافقة الجهود الوطنية ضعنا سيما من خلال التضامن والوعي ضعنا في برنامج سبل الخيرات والله برنامج سبل الخيرات يعني إحنا عدنا مجلس في المديريات مرسم مرسوم يعني بمرسوم فيه مجالس مجلس إقرأ مجلس المجلس العلمي مجلس البناء والتجهيز ومجلس سبل الخيرات مجلس سبل الخيرات هذا يعنى بالشأن الاجتماعي بالمعونات بالتضامن بالتكافل الاجتماعي بفعل الخير كما هو عنواه والحمد لله ساهم هذا المجلس من قديم في مثلا في زواج جماعي لكثير من الأسر والشباب والشابات ساهم حتى في تزويج فئات أخرى وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بشأنهم في إنشاء أسر القيام بمداوات بعض المواطنين القيام بتقديم كراسي متحركة مثلا لذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بتوزيع كتاب بإقامة ندوات ثقافية وعلمية هذه كلها من نشاطات مجلس سبو الخيرات اليوم في هذه الجائحة استطاع هذا المجلس عبر التراب الوطني أن ينخرط في ضمن هذا المنظومة الوطنية للوقاية من فيروس كوفيد فيروس كورونا كوفيد 19 لكي نجنب بلاد الكارثة واستطعنا بحمد الله تعالى أن نقدم خدمات كثيرة للمجتمع ضمن اللجنة الولائلة يرأسها سادة الولاة عبراتورة بالجمهورية مثل تقديم وجبات ساخنة خاصة للسلك الطبي الذين لم يسعفهم الحظ أن يذهبوا إلى بيوتهم وهنا نفتح قوس نشكرهم شكر جزيل ونثمن جهدهم لأنه فيه ناس أختي الكريمة ما رحوش البيوتهم عندهم شهرين فيه ناس عندهم شهر فيه ناس عندهم أربعة أشهر يعني ما رحوش البيوتهم شوفوا إحنا لما نقوله للمواطن العادي نقوله بقى في بيتك بقى في بيتك يعني يومين أو ثلث أيام أو يعني فترة 12 ساعة أو 8 ساعات يقولك أنا ما قدرتش طيب كي الناس ما رحوش البيوتهم من أجلك كيفاش أنا ما نقدرش يعني التنازل عن هذه الظروف الخاصة من أجل الصالح العام ينبغي أن هذا نشكرهم لأنهم قاموا بجهود جبار هؤلاء يعني إحنا نعاونهم نخذ لهم بعض الوجبات وهناك مساجد تقدم 2000 وجبة في اليوم هناك مساجد تقدم 1200 وأنا وقفت على هذه المساجد وزرتهم وشجعنا الأئمة سيد الأئمة ونشكرهم والمعلمين القرآن والقائمين على المساجد أشكرهم على كل ما يقاموا به في جميع المجالات سواء كانت في التوعية في التدريس في التعليم في المسابقات القرآنية أنت شوفتي في ليس في قدر يعني الناس انسجمت مع هذا الوضع وقدرنا نديره التحدي والحمد لله نفس الشيء بالنسبة لتوزيع الكمامات هل ونتظرنا مشخص؟ نعم مع تحدي مليون كمامة يوميا؟ يعني هذا العدد احنا لا نستطيع أن نملكه لأنه ما عدناش ولكن فيه مساجد صنعوا فعلا لأنه عدنا يعني عدنا أجنحة في المساجد التي فيها بعض الورشات تابعة للمركز ثقافي الإسلامية التي تشتغل بالخياطة أو بعض الأماكن التي فيها جنح نسوي فيها بعض النشاطات استطعنا أن نوزع ولا ما زلنا نوزع نفس الشيء بالنسبة لكل لباس الواقي للأطباء لبعض الأقنعة المحمولة لأشياء كثيرة للمواد الحافظة المواد المطهرة هذه أشياء كلها قام بها مجلس سبو الخيرات وأعداد كبيرة جدا والولاد سجلوا الحمد لله يعني نشاط الوزارة في هذا المجال كما هو معلوم سيد الوزير أنه فيروس كورونا أخلط كل أوراق العالم حتى بالنسبة لعبادات هل هناك بشائر خير فيما يخص موسب الحج الذي لم يفصل فيه بعد والله أختي الكريمة نحن نأمل خيرا نأمل خيرا ونأمل إن شاء الله نخرج من هذه الجائحة بأقل خسائر وبأقل الوفيات ورب يرحم جميع من توفي من إخواننا ويجعلهم إن شاء الله شهداء في الجنة إن شاء الله الشيء هذا في الحقيقة شيء كما ذكرت مرعب أثر على كل شيء أثر على الاقتصاد أثر على الثقافة أثر على التعليم أثر على منظومات كثيرة في العالم وأثر أيضا على المنظومة الدينية الاعتبار أنه كما ذكرنا كثير من الشعائر يعني علقت تشوفين أنت العمرة علقت منذ بداية يعني الجائحة تقريبا يعني من شهر فيفري شهر ثاني ليس هناك عمرة الآن الحج كذلك يخضع لمثل هذه الدراسة إذا كان الجائحة بدأت يعني بدأت يتحكم فيها وقل فيها الوفيات وقلت فيها يعني نسبة الإصابات وكذا ربما سيكون هناك يعني إعلان عن وضعية ما نحن باتصال مع إخواننا في المملكة العربية السعودية الشقيقة وزير الحج يعني مشكورا تواصلنا مع بعض على أساس أنه ينبغي أن لا نقوم بالتدابير نهائية لعملية حج هذا الموسم ما كلا نروحه يعني لفيناليتي نخليه الأمر نترقب مع بعض وهناك تشاور واسع وسيكون ربما تشاور أوسع عبر كل دول التي هي أعضاء يعني دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة التعاون في هذا الزمن عندما نستطيع أن نجد رؤية واضحة لكي نقول بأنه يمكن أن نقوم بالحج أو لا نقوم بالحج لكن مع ذلك هناك معطيات صعبة شوية صعبة جدا لأنه فيه دول يعني تمسوها الجائحة كل يوم وحنا كذلك كتشوفين العدد عندنا يوميا تقريبا نرى في 150-160 إلى حد 200 تقريبا يعني يوميا بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية وصلت إلى 1500 في اليوم إلى 2000 في اليوم يعني الوضع هناك بعض الدول حققت مؤشيرات إيجابية وانتكست بعدها هذا المشكل يعني هذا ولذلك لا نستعجلوش لا بقولي كذا أو قولي كذا ولكن نترقب ونسعى إذا كان أنا قلت في إحنا المواطنين عدنا مسؤولية في حد انتشار هذه العدوى إذا كان إحنا أخذينا مسؤوليتنا والتزمنا التدابير الصحية نقدره نغلبه هذه الجائحة لكن إذا كان واحد يفسد على واحد يعني راح تصعب إذا قلناها على الأفراد ستكون أيضا على الدول وطبعا الموضوع مش سهل مش سهل ولكن نحن نأمل خيرا وننتظر الأيام القادمة مبارك أن يرفع الله الوباء هل هناك سيناريوهات وضعت سيد الوزير بالنسبة للموسم الحج هناك من يتحدث عن حتى ربما إذا كان هناك الفترة لم يتقرر شيء من قبل السلطات السعودية ولكن هناك من يقول حتى لو كان الحج لا يكون بالعدد الكامل والله حتى هذا موجود الاقتراحات ولكن ليس سهلا أيضا أن ترمي أي دولة بفلدة أكبادها ولو كانوا عدد قليلا ونحطهم في مغامرة أنت 40% أنه يرجعوا ممكن مصابين أو حتى نسبة 1% يعني نحن في الحقيقة لا نستعجلوش ولكن الموضوع ليس سهلا اجتماع الناس في مكان عام اختلاط الناس في بعضهم البعض هذا الطواف هذا السعي لا نستطيع أن نحط المسافة أنت مترا ونصف بين واحد وواحدا أنا جلوسي معك في مترا ونصف جلوسي في محاضرات ممكن يقول لكن هذه عبادات يصعب فيها التحكم ومع ذلك لسنا في مأمن طبعا يعني إنسان يدير الاحتياطات هو الباقي على ربي سبحانه وتعالى نحن نقوله العام يقولك سبب يا عبدي وننعينك لم يبقى لنا من الوقت إلا دقيقتين مع للوزير باختصال الإجابات بالنسبة لي هناك عديد إجراءات تختمها في فيروس كورونا اطلقتم تطبيق المقرأة الإلكترونية الذي لقي تجاوب واستحسان كبير من قياب الناس هل تنمون تثمن هذا الجهد ما بعد فيروس كورونا والله سنثمنه سيكون إن شاء الله هذا الفضاء السيبريني فضاء آخر هي مساحة أخرى للوعي مساحة أخرى للتحفيظ القرآن فيها الآلاف كما ذكرت يتواصل مع القراء والحمد لله المسابقات أيضا وطنية مثل ليلة القدر التي شافوها كل جزائرين كذلك هناك مسابقات محلية وأنا أشرفت في وهران على توزيع جوائز لبعض الناجحين تسعة تقريبا وهناك ولاية كثيرة كلها قامت بمقراءات عبر الفضاء الأزرق وعبر نظام التواصل الاجتماعي بالنسبة للتطبيق الفتاوى كيف تقيمون التفاعل مع هذا التطبيق؟ هناك من اعتبره أنه بداية تحسين الفكر الجزائري من الفتاوى الدخيلة والمجهودة المصدر وفاهم مجهود مهتبر وسيعرف المجتمع الجزائري بأن فعلا هذه اللجنة هي لجنة أمينة على دينها وأنهم علماء كبار أعطوا من وقتهم الكثير لا يتقضون شيئا ناس يعملون في سبيل الله يمنادون في الليل في النهار يعني يتواصلون معنا وكل هذا الجهد مثمن لأنهم علماء وإحتاجتهم الجزائر فهم يلبون نداءها بحمد الله تبارك وتعالى وهو نداء وطن نداء دين نداء سنة وقرآن تدعوهم إلى بيان الفتوى الشرعية وأن لا يكتموا الحق وهم يعلمون بشرتم حملة تطهير المساجد هناك من فهمها ورغم أنكم وضعتم ذلك فهمها على أنها إذان بفتح المساجد لا احنا قلنا الناس بأنه ما يقولوش الناس بأنه انتهت الوقاية وانتهت يعني الاحتياطات وخلاص مزيدوش شوفينتي في البداية انتعى كوفيد كانت الناس كلها تستعمل جال وتمسح وكانت الناس تغسل ولكن في بعضها بدأت الناس شوية هناك فتور نعم كانوا ينظفوا ولكن بدأت احنا قلنا خلينا نعطيه ينطر يعني فيتاس يعني سرعة أخرى لهذه العملية وفعلا كانت المساجد رائدة في هذا الموضوع بالاشتراك مع أخي وزير الداخلية مشكورا أستاذ كمال بالجود عندما أعطى تعليمات لأستاذ الولاة وفعلا تحتضنوا هذه العملية عملية التطهير وشارك فيها كل المجتمع المدني وطهرت مش فقط المساجد ولكن محيط المساجد والساحات المساجد والأحياء المحيطة بمساجد أعطينا رسالة للمواطنين أنه ينبغي أن نواصل نواصل التطهير والتطعيم والتعقيم والنظافة واستعمال كل هذه الوسائل ولكن هو أيضا إشارة أخرى إلى الناس بأنه كل العالم اليوم يفكر في ما بعد كورونا يستعد للخروج من هذه الأزمة هناك تفكير في الصيف يعني موسم نستياف في 2020 هناك تفكير في الجامعة هناك تفكير في البكالوريا مش رح ينبقى هكذا لكن هذا داخل في هذا السياق أنه ينبغي أن نفكر في كيفية الخروج وأن نستعد نفسيا والمواطن المواطن هو المسؤول الأول نزيد نقول المواطن هو المسؤول الأول على القضاء على هذه الجائحة إذا كان المواطنين نسجموا مع الدولة ونسجموا مع المنظومة الصحية مع المنظومة الأمنية وقدرنا نلتزم ونحيو بعض الأنانيات هذا الحب الذات وهذا الليقويزم اللي عندنا لازم نخرج لازم نقضي لازم ندير إذا كان نقصنا من هذه الأشياء سنستطيع إن شاء الله ننتصر وسننتصر إن شاء الله إن شاء الله نوجه التحية للأم على الجهد الذي يبذلونه في الختام أتمنى لك عيد مبارك كل عام أتوقع لك كلمة أخيرة عيد مبارك سعيد لكل جزائريين رغم الظروف الصعباء رب إن شاء الله يرحم جميع من مات من الجزائريين رب يجعلهم في الجنة إن شاء الله وربي يحفظ أحياءنا ويعافي مبتلانا ويحفظ بلادنا بما حافظ به الذكر الحكيم ونشكر السادة الأئمة وكل مستخدمي القطاع وأشكر إخواني في وسائل الإعلام نحن نعتبر أنفسنا أسرة واحدة لأن البلاغ والإعلام والبيان موجود في عيدنا في المساجدنا منابر إعلامية أنتم أيضا تقومون بجهد كبير الأطباء الجهات الأمنية كل المواطنين رب إن شاء الله يتقبل منهم جهدهم وعملهم تقبل الله من الصلاة والصيام والقيام وعيد مبارك سعيد إن شاء الله وكل سنة وأنتم بألف ألف خير